منذ السابع من اكتوبر مر الموقف الايراني من الحرب على غزة بعدة تناقضات في التعاطي مع ما يحدث في غزة بحسب مراقبين تصريحات عدة خرجت من عدة مسؤولين ايرانيين حول الحرب على غزة كان اخرها قول متحدث باسم الحرس الثوري الايراني رمضان شريف ان هجوم السابع من اكتوبر كان احدى عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني مضيفا ان هذه الانتقامات ستبقى مستمرة تلك التصريحات سرعان مردت عليها حركة حماس بن نفي مؤكدة ان دوافع هجومها لا يتي ضمن اي مخططات انتقامية لمقتل سليماني بل انها تصب ضمن الرد على العمليات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين كما كان لوكلاء ايران مواقف مشابهة كتلك التي ادل بها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي صمت لشهر بعد العملية حين حصر جبهة لبنان بالمساندة والاشغال والاستنزاف تهدف لاشغال الجيش الاسرائيلي عن التركيز على غزة اضافة الى ذلك نقلت وكالة رويترز بعد هجوم السابع من اكتوبر باسابيع عن مسؤولين ايرانيين قولهم ان المرشد الايراني علي خاميني وجه رسالة لرئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية عندما التقيا في طهران في نوفمبر الماضي تفيد ان ايران لن تدخل الحرب لعدم اعلامها من قبل حماس بهجومها على اسرائيل وسرعان ما نفت بعدها حماس وحتى الجانب الايراني تلك التقارير مؤكدة ان اللقاء بين خاميني وهنية لم يتطرق الى دخول الحرب بل كان فقط يركز على الدعم الايراني لحماس وطيلة ايام الحرب منذ اندلاعها حتى اللحظة تؤكد طهران رسميا ان لا دور لها فيما يجري حتى الان بل وتؤكد في كل فرصة ان جميع الفصال والجماعات المسلحة تعمل من تلقاء نفسها ولا تأخذ التعليمات منها